بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رطيبا ولا تغيتا ما أموالهم ولا تتبدروا الخبيث بالطيب ولا تذكروا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسئوا في اليتاما فانكحوا ما قاب لكم من النساء مثلا وثلاث وردا فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أبناء فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مليئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم جعل الله لكم قياما ورطوهم فيها ورطوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلتم منهم رسلا فادفعوا إليهم أموالهم وما تأكلوها إصلافا وبدارا أن يكبروا ومن كان وديا فليستعفف ومن كان فطيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعوا إليهم أموالهم فأشجدوا عليهم وكفى بالله حسيما للعجال يصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفو يصيب من مفروض وإذا قرروا قسم دول القربى واليتاما والمساكير فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الليل لو جركوا من خلفهم مرية رضعا فالقافوا عليهم فليكتقوا الله وليقولوا قولا سبيلا إن الذين يأخذوا لهم وليساها أولا إنما يأخذون لك بطونه بنارا وسيطلعون سعيرا يصيب الله في أولاد كل نزل كريم لحضر أنسيين فإن كن نساء أو خطنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصق ولأبويه لكل واحد منهما السلس مما ترك فإن كان له وله فإن لم يكن له وله وورثه أبواه فلأمه السلس فإن كان له إخوة فلأمه السلس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا جذرون أهلهم أقرب لكم أسعى فلغة من الله إن الله كان علينا حكيما ولكم إخوة ما ترك أسواجكم إن لن يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم غرب مما ترك من بعد وصية من بعد وصية يوصي لها أودين ولهم غرب مما تركوا إن لن يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلهم السمر مما تركوا من بعد وصية من بعد وصية ترسون بها أودين وإن كان رجل يورث كنالة أو أمرأ أقول له أخو أو أخو فلكل واحد فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلس من بعد وصية من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضال وصية من الله والله مليم شليل إن تحضر الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات لا تدري لن تأتيها الأنهار قالدين فيها وذلك لفوت عظيم ومن يأتي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله وله عذاب مهين وله يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأنسكوهن في الظنوت حتى يتوفاهم الموت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والآل يأتياننا منكم فأروا هنا فإن كان بابا أصلحا فأروا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة عن الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حرق حرق الموت قال إني تبط الآن وللذين يموتون وهو مفار أولئك أعتدنا لهم علابا عليما يا أيها الذين آمنوا لا يحيي لكم أن ثلث النساء فرها ولا تعولوهم لترهموا ببعض ما آتيتموهم إلا أن يأتين إلا أن يأتين بصاحشة مبجنة وعشروهن بالمعروف فإن كرهدوهن فعثاء أن تفرهوا شيئا فعثاء أن تفرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال ثوجهم مكان ثوج وعثيتم إلا هم مطن فلا تفروا منه شيئا أتفروا له غدانا وإسما مبينا وكيف تفروا له وقد أفروا بعركم إلى بعض وأقر منكم وأقر منكم نساقا غنيوا وَلَا تَنْفِثُوا مَا لَكَ حَرَابَا هُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَنَى إِنَّهُ كَانَ خَاحِشَتَهُ وَمَخْتَهُ وَسَاءَ سَبِيْنًا حُرِّيْنَ حِرْبَيْنِ وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لن تكونوا دخلتم بهم فلا يزراح عليكم وحائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قلتنا إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما منتت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تلتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فمن تلتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريغة ولا جلاح عليكم فيما تراغيتم به من بعد الفريغة إن الله كان عليما شكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمنا ملكت أيمانكم من ستياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف بالمعروف مخنات غير مسافحات ولا متقذات أقدان فإذا أحسنن فإن أتين بفاحشة فعليهن نسكما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبهن لكم ويهديكم سنم الذين من قبلكم ويكوب عليكم والله عليم حكيم والله مريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تغاضب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يصعى ذلك أدوانا وغلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما فنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ملخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به برق على بعض للرجاء نصيب مما اتسبوا وللنساء نصيب مما اتسبوا واسأوا الله من قرنه إن الله فان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فرنا الله برهم على بعض ومما أنفقوا من أموالهم فالخالحات قانتات حافظات للغيب بما حفر الله والناس يتخافون نشوذهم فعضوهن وهجروهن في المواجع واغلبوهن فإن أقعنكم فلا تبقوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن قدتم شقاق بينهن فابعتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عميلا قديرا واعبدوا الله ولا تشهدوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمتاكنين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان أختانا فقورا الذين يبخلون ويعلمون الناس بالبخل ويختمون ما آتاهم الله من قوله وأعتدنا للكاتبين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم لئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنوا بالآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وما ذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم أميما إنهم الله لا يظلم من طالب الله وإن تقف حسنة يغاعفها ويكتب لدنه أجرا أظيما فكيف إذا جئنا من طلق أمة لشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يوزوا المين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يفتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابلي سبيل حتى تغفقوا وإن كنتم مرضى أو أناسا أو جاء أحدا منكم من الغائق أو لا مصموا النساء أو لا مصموا النساء فلم تجدوا ماءا فتينموا صعيدا فتينموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجودكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم ترى إلى الذين ألتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضمانة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وتفى بالله وليا وتفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن موارهم ويقولون سمئنا ورصينا واسمع غير مصبع وراعنا وراعنا نجيا من ألتنا فيهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمئنا وأطعنا ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن نعمهم الله بكثرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُرْتُوا الْكِتَابَ آَعِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصْدِّقًا لِنَا مَعَكُمْ مُصْدِّقًا لِنَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنَّقْمِسَ مُصْدُوهًا فَنَرُدَّهَا أَنَا أَنْبَارِهَا أُوْ نَلْعَلَهُمْ كَمَانَ عَنِّنَّا أَصْحَابَ السَّبَتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَصْدُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالْكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَلِيْ فَرَاءِ إِمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَيْنَا النَّذِينَ يُسَفُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُذَكِي مَنْ يَشَاءَ وَيُظْلَمُونَ فَتِينًا أُنْرُوا كَيْفَ يَشْتَعُونَ عَمَ اللَّهِ نَكَلِبَ وَكَفَى بِهِ إِسْمًا مُّبِينًا أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْخَارُوتِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُوا مَنِ الَّذِينَ تَفَرُوهَا هُمَاءِ أَحْبَى بِالَّذِينَ آمَنُوا سَرِيْنًا أُولَئِكَ الَّذِينَ نَعَلَوهُ بُضْرَاهُ مَنْ يَلْحَنِ اللَّهُ فَلَهَا تَجْبَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَظِيرًا أَمْ يَحْفُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ فَقَدْ آَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِمَةَ وَآتَيْنَاهُمُ مُلْكًا عَوِّيْنًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ خَبَّ عَنْهُ وَتَفَادِ جَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْمِيهِ النَّارًا قُلْنَ مَا نَغِجَتْ جُنُودُهُمْ بَتْدَلْنَاهُمْ جُنُودًا غَيْرَهَا لِيَوْقُوا الْحَذَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندقلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا لهم فيها أجواج مطهرة وندخلهم ظلا وليلا إن الله يأمرهم أن تؤدوا الأمانات من أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تبادعتم في شيء فعبدوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فنريدون أن يتحكموا إلى الصغر وقد أمروا أن يكفروا به ونريد الشيطار أن يضلهم غلالا بعيدا وإذا قيل لهم فعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون أن تصدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة لما قدمت أيديهم ثم جاروا فيحنكون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرع عنهم وعرهم وقل لهم في أنفسهم قولا بريضا وما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفر الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله سوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ما يجدوا في أنفسهم حرجا مما قويت ويسلموا تسليما ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعب الله فأولئك مع الذين أنعب الله عليهم من النبيين والسديطين والسديطين والسهداء والصالحين وحسن أولئك وفيقا ذلك القطر من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا شركم فانفروا قبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أمعم الله قال قد أمعم الله علي الشهيد لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم قضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني مودة يا ليتني كنت معهم فأخوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا للآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستوعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدن كنصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين تقروا يقاتلون في سبيل الطاعة فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان وعيفا ألم ترن الذين قيل لهم كفوا أيديكم وغطيلوا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لماذا ثبت علينا القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتينا أينما تقولوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيبة وإن تصبهم حشرة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند قل قل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفادرون يفقهون حليسا ما أصابك من حشرة فمن الله وما أصابك من تيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الوسول فقد أخار الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حكيظا ويقولون طاعة فإذا مرزوا من عندك بيت قائفة منهم بيت قائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعبر عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختنافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ألاعوا به ولو أضوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه منهم ولولا قول الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تتلك إلا نفسك وحريض المؤمنين عسى الله أن يقف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنقينا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سجئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حجيتم بتحية فحجوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو وليجمعنكم إلى يوم القيامة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا فتريدون أن تهدوا من أغل الله ومن يغلم الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتقللون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في تبيل الله فإن تضلوا فخروهم وقتلوهم حيث وجدتبوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم نفاق أو جاءوكم أو جاءوكم حصبت سرورهم أن يقاتلوكم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لتلقهم عليكم فنقاتلوكم فإن اعتتلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الكثنة أركسوا فيها فإن لن يعتجلوكم ويلقوا إليكم السلم ويقفوا أيديهم فقضوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهنه إلى أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لهم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينهم وبينهم ميتاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهنه وتحرير رقبة مؤمنة فمن من يجل قصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عميما حكيلا ومن يقتل مؤمنة متعمدا فجداؤه جهنم قامدا فيها وقض الله عليه ولعنه وأعذ له أكابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا غربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتعون رغو الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرة كذلك كنتم من قبر فمن مغراه عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الورر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم صلى الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل اللعب الله لكسنا وقالوا وقال الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ورحمة ورحمة وكان الله غفورا رحيما قالوا 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 أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تنينوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوا رحيما وإن يتفرقا يؤمن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد رصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تذكروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وتفى بالله وكيلا إن يشأل الهبط أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد تواب الدنيا فعند الله تواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو سقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلبوا أو تعرغوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكبر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآقل فقد ظلنا بعيدا إن الذين آمنوا ثم تطروا ثم ازدادوا ثم ازدادوا كفرا لم يطل الله ليغفر لهم ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتقضون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيمتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أم إذا سمعتم آيات الله يقعوا بها ويستهزئوا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصوا لكم فإن كان لكم فاتهم من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيبا قالوا ألم نستقرض عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادرون الله وهو خادرهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا يراءون الناس ولا يعكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولا ولا إله أولا وأي يؤمن الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتقروا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إن الذين تابوا وأطلقوا واعتصموا بالله وأطلقوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسلط يؤت الله المؤمنين هجرا عظيما ما يفعل الله بعذاركم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عظيما لا يحب الله الجهر من السوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تجدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونفكر ببعض ويريدون أن يتخروا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعترنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوا ورحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتقلوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعقونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاطهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم نيساقا غنيوا فمنا نقضهم نيساقهم وكفرهم بآيات الله وقفرهم بآيات الله وقفرهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل قبع الله عليها بكفرهم فما يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيما وقولهم إما قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما خلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الرم وما قتلوه يطينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طجبات محلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأقرهم الرباب قد نهوا عنه وأكلهم أبوال الناس بالباطل وأعتبنا للكافرين منهم أذابا أليما لكن الرافقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمطيلين الصناة والمبتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي الجين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصداق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا بشرين ومنذرين لأن لا يكون من الناس على الله حجتهم بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سليل الله قد غلوا غنالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا قريقا دهن مقالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيما لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملاهكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فتيحشرهم إليه جليعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولجا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه سراطا مستقيما يستفتون فقل الله مستيكم في الكنالة إن امرهم هنك ليس له وله وله مخض فلها لصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فنذكر مثل حظ الأنثيين يبجل الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم